بسم الله الرحمن الرحيم The absolute value يعني ايه؟ بيجيب لي number between two lines بالشكل اللي قدامي ده رقم ما بين خطين ده معناها absolute value طب انا already اصلا بجيب الabsolute value ليه؟ لو انا عندي number بالnegative وعايزة اطلع result بالpositive طب ليه بعمل الكلام ده؟ لو مثلا عندي distance هو فيه distance او مسافة بالnegative لا ما ينفعش لو انا بحل مسألة كبيرة وطلعتلي distance بالnegative فبعمل ايه؟ باخد الabsolute value ليه؟ علشان ما ينفعش distance عندي تبقى بالnegative طب اما للnegative ده ايه؟ الnegative ده بعتبره كأنه sine كأنه الاتجاه بدلا ما انا هامشي forward مثلا بامشي backward برجع لورا اوكي؟ الكلام ده طبعا مش علينا السبب ليه؟ بس انا بحب دايما اقول السبب عشان محدش يقول ايه اللي بخليني باخد حاجة اسمها absolute value اوكي؟ كل اللي بيجيلي في المسائل بيقول لي بس absolute value of negative كزا طلعهولي بكيه؟ يبقى انا بس بجيب الايه؟ الabsolute value اللي هي الnegative بتتشاله وبخليها positive يعني absolute value of negative 5 هتبقيك وال ايه؟ الnegative 5 بخليها positive 5 يبقى الnumber بالnegative بحوله لpositive طب هيجيب absolute value negative 3 over 4 الnegative 3 over 4 هيبقى positive 3 over 4 يبقى بشيل الabsolute value وبشيل الnegative تبقى positive 3 over 4 طب absolute value of zero هو الزيرو positive or negative مالوش sign يبقى هيطلع زيجو زي ما هو وله هو اصلا positive وله هو number negative يبقى الvalue بتاعت الزيرو الabsolute value of zero equal zero absolute value of positive 3 هي already positive انا هشيل الnegative فين؟ مفيش اصلا negative sign عندي يبقى الريزولتها هتطلع بالpositive زي ما هي انا عيني على الnegative بشيل الnegative بس اللي جوه الabsolute value طب لو كانت الnegative ديت بره الabsolute value مالش علاقة بيها انا بشيل الnegative sign اللي inside الabsolute value ال3 ده number positive هينزل زي ما هو طب الnegative sign اللي هي بره خالص اللي باللون الاحمر تنزل زي ما هي اوكي ال sign اللي بره ماليش دعوة بيها بنزلها زي ما هي انا عيني على الnegative اللي جوه الabsolute value زي في المسألة هنا عندي اتنين negative negative بره الabsolute value و negative inside الabsolute value طيب بالنسبة اللي جوه الabsolute value دي بتتشيل هشيل الnegative sign دي فبدل ما هيبقى negative 5 هتبقى positive 5 اللي عليها السيركل دلوقتي يبقى الabsolute of negative 5 ب5 طب الnegative اللي باللون الاحمر اللي بره هتنزل زي ما هي ماليش اي علاقة بيها ال sign اللي بره الabsolute value بنزلها زي ما هي لو كانت negative هتنزل negative انما اللي جوه الabsolute value دي اللي باشي لها طب هي المسألة بتجيلي بالسهولة دي لأ اكيد بتجيلي حاجة تانية بيجيلي مثلا يقول لي rise the following in the form of A over B يعني هتهولي كفراكشن بس اللي مديهولي مديهولي absolute value يبقى انا اول خطوة عندي هشيل ايه الabsolute value باشيلها مع negative sign يبقى لو عندي negative sign inside the absolute value جوه الabsolute value بتتشيل يبقى negative 3 and 1 over 4 هتبقى positive 3 and 1 over 4 يبقى حطيت الabsolute value هنا عشان هشيل من negative sign اوكي دلوقتي يبقى 3 and quarter عايز احولها لفراكشن كنا بنعمل ايه بنعمل multiply 3 by 4 النumber by the denominator 3 by 4 by 12 plus النumerator اللي هو 1 يبقى 12 plus 1 equals 13 يبقى 13 over 4 اوكي ناخد مسألة تانية يجي يقول لي مثلا complete using smaller than equal or greater than يبقى قارن ما بين 2 numbers ومديني واحد منهم absolute value بنعمل ايه absolute value of negative 5 اتفاقنا طالما negative go absolute value تتشيل تبقى positive 5 يبقى absolute value of negative 5 by 5 اوكي يبقى دلوقتي كأني بقارن ما بين 5 وال3 5 اكبر ولا 3 اتنين بالبوزيتف اكيد 5 اكبر من 3 5 greater than 3 مسألة تانية absolute value of negative 24 قبل ما قارن قبل ما اشوف 2 numbers لازم اشيل absolute value لازم اخليها number عادي طب هي absolute value number بال negative يبقى الريزالت عندي number بالبوزيتف يبقى negative 24 هتبقى positive 24 24 24 ولا 20 اكيد 24 اكبر من 20 يبقى حط علامة greater than يبقى كل اللي بعمله بشيل negative مع absolute value طالما negative sign inside absolute value طب لو كانت outside outside برة ماليش علاقة بيها ايه اللي جوه absolute value positive 18 لما هشيل absolute value هتتشال وال positive 18 تنزل زي ما هي اوكي لنهي اصلا طب اللي باللون الحمر اللي برا دي ماليش علاقة بيها دي برا absolute value تنزل زي ما هي يبقى negative sign اللي برا absolute value بنزلها زي ما هي يبقى دلوقتي عندي negative 18 ولا positive 18 طبعا positive 18 اي number positive اكبر من اي number بال negative اوكي يبقى مسألة كمان negative 1 and 1 over 3 ولا absolute value of negative 6 over 5 يبقى الاول بشيل absolute value مع negative الاتنين بتشالوا مع بعض اللي جوه absolute value بال negative تنزل positive يبقى positive 6 over 5 سهل لحد دلوقتي بشيل negative اللي جوه absolute value طب دلوقتي عندي two fractions انا مبصش حتى على 1 positive 1 negative مبصش ايه هما 2 fractions 1 بال positive 1 بال negative يبقى مين اللي هيكسب مين الاكبر اكيد ال positive يبقى انا دلوقتي مش بعمل compare ما بين two numbers او two fractions لازم احاولهم وعمل اجيب command وكلام ده ماليش علاقة بده خالص 1 positive و1 negative يبقى هعمل ايه positive هو اللي هيكسب يعني هو greater زين يبقى على طول 6 over 5 هي اللي اكبر يبقى الصين عندي هحط على عامة زين positive 6 over 5 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة